طبعا وارد جدا وأنا أعتقد بهذا الشيء لأن أعتقد كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول الأوروبية وصلوا إلى نتيجة أن الشبكات التي بنتها حزب الله بالتعاون مع فيلغ الغدس والجناح الخارجي لوزارة الاطلاعات الإيرانية أصبح اليوم خطر جدا ويهدد أمن واستغرار الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما رأينا أو ما لمسنا عبر تهديدات القادة الإيرانيين وحسن نصر الله مؤخرا حيث بشكل واضح هددوا الدول الأوروبية وهددوا الأمن والسلم العالمي وأنا أعتقد هذه التأتيدات لن تأتي احتباطية بل هي مبنية على غدرات تمكن حزب الله وفيلغ الغدس من نشرها وتأسيسها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وتظهر كشفها بهذا الشكل بين الحين والآخر هذه الخلايا أو هذه الشبكات تم بنائها منذ بداية العمل فيها حتى بعض المؤرخين والباحثين الإيرانيين يعتقدون أن تم تأسيسها حتى غبل المجيء الخميني للسلطة في إيران أيضا يعني